اشتركوا في القناة عن حياة الرجل البار الكامل القديس الانبى بشوي حبيب مخلصنا الصالح المراجعة الروحية لصاحب النيافة الحبر الجليل الانبى سرابمون اسقف ورئيس دير الانبى بشوي العامر عن كتاب دير القديس العظيم الانبى بشوي بين الامس واليوم الدراسة التاريخية نشأت زقلمة السيناريو والحوار سعيد يوسف اخراج ماجد توفيق بسم الاب والابن الروح القدس الاله الوحد امين لقد سعدت كثيرا بذلك المجهود الكبير في انتاج افلام دينية وبخاصة عن سير القديسين قديس له شهرته الكبيرة وسط الناس وفي عيده يزدحم الالاف لكي يتبركوا من سيرة هذا القديس ومن اخذ بعض حنوط قديس محبوب وله مكانة كبيرة في برية شهيد وعيده من الاعياد الكبيرة في الرهبنة لا اريد ان احدثكم عنه كثيرا انما احيلكم الى الفيلم الذي وضع عنه واشكر القائمين به من كل ناحية من جهة الانتاج من جهة الاخراج من جهة التمثيل من جهة السيناريو من جهة التوزيع ان شاء الله والى اللقاء في فيلم اخر عن احد القديسين ولدكم بركة الله مع جميعكم اشتركوا في القديس اشتركوا في القديس وكان للشرف في مساعدة قداسته في تعمير الدير والاشراف عليه ولد القديس الانبى بشوي في عام 320 ملادية في احدى القرى المنوفية وكان له ستة اخوة وكان هو اصغرهم اختاره الرب ودعاه الملاك في رؤية لامه فاطاعت بفرح دخل القديس برية الاسخيت ليترهب في عام 340 ملادية وعمره 20 عاما وتتلمز على يد القديس الانبى بمه وهي كلمة قبطية تورن الاسد وهو من علام الرهجنة وتقدم القديس الانبى بشوي في القامة الروحية حتى كان يسهر رابطا شعر رأسيه بحب في السق حتى لا يغلبه النوم ويمنعه من الصلاة والتمتع بوجوده في حضرة حبيبه المسيح وقد غسل قدمي مخلصنا الصالح وحمله على كتفيه ولهذا فهو الوحيد بين القديسين الذي لقب بحبيب مخلصنا الصالح وفي عام 407 ترك القديس الدير بسبب هجوم البربر وذهب إلى أنصنة وشيد ديرا آخر هناك ما زال باقيا حتى الآن وهو دير البرشة بمن لو وتنيح هناك في 15 يولو عام 417 مولادية عن عمر 97 عاما ودفن في أنصنة ونقل يسده مع جسد صديقه الأنبى بولا طموهي عام 841 مولادية إلى ديره ببرية شهيد ويحتفل قداسة البابا بعيده بكل عام مع الأباء الرهبان ومحبيه القديس نطلب من الله أن يكون هذا الفيلم بسبب بركة ومنفعة لكل من يشاهده ويسمعه ويعود كل من له تعب في هذا العمل بشفاعة قديسنا العظيم الأنبى بشوي صاحب هذا الدير وبصلوات أبينا الحبيب صاحب القداسة والغطة البابا المعظم الأنبى شنود الثالث أطال الله حياته سنين عديدة وأزمن سلامية مديدة وإلى أن كل ما يبقى كرامة من الآن وإلى الأبد أمين قرور الطيب مسكوبة على قدم المسيح وسيرة جميلة محبوبة بإيمانها الصحيح قرور الطيب مسكوبة على قدم المسيح وسيرة جميلة محبوبة بإيمانها الصحيح مسكوبة بإيمانها الصحيح سيرتك يا أمباشو سيرتك يا أمباشو سيرتك يا أمباشو قلبك صلاة رحلة حياة ما نسونا بقدم الحبيب قلبك صلاة رحلة حياة ما نسونا بقدم الحبيب غسلت قدم المسيح غسلت قدم المسيح وشلت فوق اكتافك ونظرت وجه الحبيب ونظرت وجه الحبيب ساعت ما شفت وشافك ونظرت وجه الحبيب موسيقى زارك الهك وسألت ولجلي ولادك وعدك وكان من ناصيبك يتحقق لك كل مرادة موسيقى والصحرة بيت عمار رهبا وسكا قالاني عباد لرب العباد على صدرهم صليب غالي موسيقى 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 يكنت افضع طوق لكل حامل خوف تمديد إنسان مليانة بالإحسان قتل من التعرف علىfive در ماطفق مسيّير سيّير 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 سيّر Intakeم سي سيئة في أمبال سوى 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 سيئة في أمبال سيئة في أمبال سوى سيئة في أمبال سيئة في أمبال سيئة في أمبال معيك بإذن الرب وإخبار الكتاب المعلم كان تعبان النهاردة والشماس حفزنا الألحان عاليا بشوي أتبك أنا بقى عشان أخلص اللي في يدي وبعليم نيجي نتغذى ساوك روح يا أخويا ربنا يقويك ويكتر رزقك ايه يا أمه مشان قلتلك بقاش تنزلي بشوي الغد النهاردة الشمس تتحمي عيوش عامل ايه يا حبيب هو اللي طلب يروح لكم فابعت لكم الأكل معايا الحمد لله يا أمه إن ما جنوش ضربة شم نشكر ربنا يا حبيب بقول لكم إذا بي ما تعودتوا قبل ما اتناهوا تصدوا وتشكروا ربنا على كل شيء يلا يا حبيب يلا يا حبيب ما فيدي انت يا رب هعلمني وعلم مولادك إننا نحفظ وصيارك ونعمل بيك وتكون انت دايماً البداية والنهاية ولا تتركنا لحظة واحدة ولا طرفة عينيك ساعدني يا رب إن نوصل بيهم لبرد الأمان آمن بسم الله والإذن والروح قدس والإله الواحد آمن موسيقى حتامي يا سيدي أنا ملاك الرب يقول لك الرب أعطني أحد أولادك ليكون خادما لي جميع أيام حياتي أولادي سبع قدامك اختار واحد منك هذا فاعل جيد سيدي اختار لك واحد أقوى منك تبعيس وجسمه أولادي إن قوة الرب تكمل في الضعف واعلمي أن الله لا ينظر إلى الجسد إنما في القرآن لتكن إرادتك يا رب هو دا كل اللي حصل يا ابونا أخ مو اسمع يا بنتي رؤية اللي شوفتيها دي رؤية سبوية والسهلة من عند الرب ابنك بشوي حيرقى قديس كبير والرب حيكون معاه بشوي إناء مخصار عشان كده الرب حيكون معاه أو أعتقد بفطرينه لأن الرب هو اللي حيوجهه البدء خلق الله السماوات والأرض وكانت الأرض خريبة وخالية وعلى وجه الغمر ظلم وروح الله يرف على وجه المياه وقال الله ليكن نوراً فكان نوراً ومن المكتوب في هذا الكتاب يقول الشاهد بهذا نعم أنا آتي سريعاً أمين تعالى أيها الرب يسوع نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم أشكرك يا رب لأنك سمحت لي أنا عبدات الخاضي أني أتم إلي الكتابك المقدس بالفضلك مين علي النعمة أشكرك إزايك يا بشون ما عدناش بنشوفك ليه يا أخوي قطرت الحادث نفسك كده على طول إزايك يا أخوي أنت وحش تاني أوي أه أه هو عد كون جهر تمني يا بشون إذا خلتني غير استئزاني ليه بس بتقول كده أنا خلت بركتك تمت اللي بركت وإحنا عايشين ببركتك يا بشون ما تحملنيش في قطأتي يا أخوي أنا إنسان خاطئ اسمع يا بشوي والدتك زعلانة منك علشان كتر الصيام وهي مكسوفة تكلمك وبتقول إن صحتك تعبد من كتر الصيام ليه يا أخوي ما أنا سرحيتي هو عائل عائل ومشكل ربنا من فضلك طمنا من فضلك طمنا طبير عائك يا أخوي تيجي معايا متعش أنا وإنت ومك وإخواتك ونتلقى متاني حاضر يا أخوي أنا ما أدرش أسعلكم أبدا يلا بينا خلاص يا بشوي يا ولدي لو انت سيبنا من سيبولانا ملا مين هيعلموا الجراية والكتابة ومين هيوصل لهم كلمة ربنا أخواتي الخدام كثير يا بونا وكلهم أحسن مني أنا كنت عارف متوكد إن اليوم ده جاي أقولك يا ولدي رب نينور طريقك ويقودك بطريق نصرته ياريت التكامل في صلواتك قدام المزبح ولا تنسانيش أنساك أنساك إزاي يا ولدي لاني العادة تتذكر أبوك أخنوك وصلي عشاني صلواتك قدسين يا ولدي ما لك يا ولدي فيه إيه أمي وخوتي مش عارفة أعمل معهم إيه إن كان على والدتك يا ولدي هي مش عطار هي عارفة كلام ده من سنين طويلة ضع دين وصية بتقول من أحب أب أو أم أو أخ أكتر مني فلا يستحجني ولا إيه ما هجهر يقول فيه حاجة كمان أحب أقول هذا الراهم يا ولدي في البرية من غير مرشد روحي زي الحمل اللي سلم نفسه لفم الدين مرشدك الروحي يا ولدي هو اللي هيساعدك فيه في البرية أب عظيم اسمه أبونا بموة وبمعونة ربنا الطريق حيوضع جداً بحليك أغاب يا أبان أغاب يا أبان أنا طالب رهبانا يا أبان أباقوا عندنا شوي ربنا يتبدو حاضر طبي يا أمي تبصر يا أبان تسمحي أحصولة سيد المسيح معيها سنتي مورل يطنيني يا أبي يا أبي يا أبي يا أبي انا عارف ان كل شيء اتهمه والعبد بالك اليك وانا النهاردة بقدم لك اليك شو يكون عبد ليك وزميح الاكرام وحن بثول العمر مع السلامة يا بشور يكون اذكرنا فراوضك كده يا قهى يا بشور خبيني يا بشور حت الحشب يا بشور من سناشة يا بشور مع السلامة يا بشور خبيني معيك وحبيني ما تخبش روح الله معاه هيشددك بالعشرة مع رب الحياة راح تسعدك ما تخبش روح الله معاه هيشددك بالعشرة مع رب الحياة راح تسعدك يا خطوة غمي وشهلي يا رحلة لا تطولي يا عيني شوفي تأملي يا عيني شوفي تأملي آدي براح الكون كله صدى سكون يا نفسي اللي تتحمل ما تخبش روح الله معاه هيشهدك في العشرة مع رب الحياة راح تسعدك انا بيحضن ايدي جايلك وكل شوق ملهو في قلبي عليك ادوء حلاوة عشرتك يا خط وغمي وشهلي كرحلة لا تطولي يا عيني شوفي تأملي ادي براح الكون كله صدى مسكون وانت نفسه تتحمل سلامي اخي السلام والنعمة قادر اعرف تين قليت ابونا بين ما هي بي قليت هو قد من باب واسمحلي انت عاد كده ليه انا طالب رهبانه وانا كمان اخ بولي اخوك بولي اخوك بشوي وانت كمان طالب رهبانه ايوه بس ربنا يشد ابونا بين ما واقبالنا تلاميذ ليه ربنا يحل القلب ويفتح الباب تعالى نصلي سلامي اخوك بس سلامي اخوك بس انت اسمكين بقولي سي اخوك بس وانت ولد يا مش خطكش جده بدي انا لسه وصل دلوقتي يا قبي وعاوزين من بامو ابنك دي شوي طالب رهبانه طالب رهبانه طالب رهبانه طالب رهبانه ليه بقول انت يا بشوه انا هربان من العالم ازاي ونفسي بقلي مكان في ملكوت السلوات ملكوت السلوات قدت واحدة حللني يا قبي انا قصدي من نفسي انا عارف جفت لولدي لكن الوصول لملكوت السلوات مش ساهل زي ما انت متصور ولا يا ابو نس ايوا يا ابانه بعدين خدلي بالك ما تقدرش تدخل ملكوت السلوات الا باعمالك الحسد لانه ليس كل من يقول يا رب يا رب يدخل ملكوت السلوات حللني يا ابانه احنا عاوزين نتعلم من قصد شوف اولاد اللي عايز بجراهب يقعد معنا هنه لازم يلتزم بالتجاليد اللي تسلمناها من الابان محدش يطلب مني كل متهاود معاه لان ده حيدر بخلاصه والراهم اللي ملتزمش بالطاع وحب يمشي على حسب هواه وعلى كيفه يسيبنا من دلوقت واللي موافد يجي ورايه لا 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 مجهوم انا بدأ اجيب المرح هليك يا باني هاكيب وانا تبقى اقعد 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 الراحب اللي يركن للراحة في حرب الشطار لازم ان كلتنا نستغل وهذه اول داس لكم انتم التنين قموا بنا نصلي اشهر رب العباد بسم الله والابن والروح الكدس الاله الواحد امين ايها الرب الهنا ضابط الكل موت الخيرات ونغز كل الجسد ابصد يمينك غير المرئية وبارك في هذا الخمس اجعل فيه بركتك ونعمتك ليكون شفاء وعافية لكل المتنولين منك قوة السيوس الجدوس تبارك هذا الخمس فتمنح خلاصاً وشفاءاً للنفس والجسد امين اشتركوا في القناة 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 اتفضل يا علواني بتاعي مزيق يا اولاد ربنا يبالك تعب نشكر ربنا يا ابونا يا ريد تكلمنا كلمة منفعة عن الرغبنا الرغبنا ايمان مسيحي وسلوك يوصلك للملكوت الابدي وتبقى في عشرة مع السيد المسيح له المجد وتحبه من كل جلبك وتبعد عن الكل وترتبط بإله الكل وتضبط نفسك عن الكل وترتبط بضابط الكل عشانك ده الراهب يختار السكن في هدوء في الجبال والصحاري وشجوه الأرض ويسموه الراهب لأنه يرهب الله في أكله وفي صوره في نومه وفي صحيانه في سكوته وفي كلامه في ضعفه وفي نصرته وحياة الفضيلة القلب اللي مفهوش جتال مفهوش فضيلة يعني زي الجسد لازم يشتغل عشان يأكل النفس الجوانية كمان إذا بطلت ترديد اسم يسوع المسيح له المجد تيجب عليها الأفكار الرضية وفضيلة الرهبانة أدامة فضيلة الاتضاع الاتضاع أعظم فضيلة الكبرياء هو أكبر خطير عشان كده سجت طغم من الملايكة من السماء للأرض أما الاتضاع فيرفع الإنسان من الأرض للسماء يبقى للتضاع أعظم الفضايا طب إزاي بقى يجي للتضاع إنك تعتجد دايما إنك خاطئ وإنك بعملتش أي شيء بالصلاح أمام الله وتلتزم الصمت ونظرك دايما يكون الأرض ما تعودش نفسك على كده وتتكلمش كلام مطال وما تنجسش الأكبر منك أبدا ودايما عود نفسك تقول اغفرني يجي لك الاتضاع ويحفظك من كل خطير الكتاب المجدس بيقول في سفر الأمثال قبل الكسر الكبرياء وقبل السجوط تشابخ الرؤيح الأفقار الجريرة زي الخيوط يبتلها الشطان حباب تلف حوالين رجبتك ويهجب على النفس بتجربة اليأس وتجربة المجد البعض وتجربة الإفراط في النسق بدون إرشاد لكن خد لبقى النفس الأمينة تنتصر بمعونة الله ويعمل إيه الرهب يا بانا عشان يكسب حيات الجهاد بالقوة إذا دومت على طعام الحياة باسم الجدوس يسوع المسيح لو المجد بغير بطور هتلاقيه حلوه في حنكة وحنك وكل ما تردد اسمه يبقى نفسك وروحك دسمك شبعانه ويجدد تقدر تكسب الحياة بنجاره ويعمل إيه الرهب يا بانا أول ما يسكن القلاية لازم يتذكر خطيات ويبقي وينوح من أجله ويضبط فكره عن كل شي رضيه ويداوم على جهية الكتاب المجدس والمزامين وإزاي يا أبي هيقدر الرهب يتغلب على أهواءه وهو هو القلاية ترفض شهوات الجزء وتبتعد عن حب الزاد وما تفكرش في مرادات الناس خد لبالك يا أخوي الخلاص يحتاج لتعب وجهات كتير ما تسيبش نفسك لجسدك لا يكتبك أسلوك الراهب ثلاث حجاب السبات في جليده إن كان حزين أو فرحان السبات مع معلمه ومرشده إن وجد تأديب أو وجد تشجيع السبات في المحبة إذا وجد حنان أو وجد جساوة ربي اسمدكم نعرف شو يا ولدي أنا عايزك تحاضر يا أبي موسيقى 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 أيها الإله الصالح موسيقى 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 لان كنت من علمي لعرفك هادي كلمات قرمية النبي يا رب افتح زيني عشان افهم المعاني السامي اللي فيها اكشف عن عيني وارع جايت من شرحتك بشوي يا حبيب المسيح قرمية النبي قرمية النبي في السفر بتاعي اسأل يا بشوي عشان اجوبك ليس ممكن ناجي الرؤي علشان كنت كثير التأمل كثير الرؤى وربنا كان قصد ايه لما ورك شجرة اللوز اللوز ايه كلمة عبرية معناها صهران وكان ربنا عايز يقولي انه صهران على كلمته والقدر المنفوخ اللي بيقز في حينة من فوق المركل كان عايز كمان يقولي انه من الشمال يمنفدح الشر على سكان الارض والتين كالنا صدق ايه؟ الناس اللي هايطيعوا كلام ربنا ويغضعوا مشيته دول هما زي التين الجيد اللي حلوته وتتصيرش أم الناس اللي هايقوه ومشيته هدول هايكونوا زي التين العفن اللي هايجه ويترمي في النار تعبتك معي اطلب من ربنا عشان يعيني في جهي دي ربنا معيك والباركات انت تأملت مسألت وسمعت صوت النار اطلب من ربنا 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 ولا على نفسه حقيرا لا انت أقول الله ولا عاوزك وفن الليتك تعاوز مني انا ما عنديش حاجة لديها لك انت عندك كل حاجة افتح افتح ولا اعرفك بنفسي وهو اللتي لا نعوزه ترميها سيحدة ترميها سيحدة ترميها سيحدة ترميها سيحدة ترميها سيحدة ميتا انت أعسك اتني اني نستغلش حاجة انك اشوفه الشيء حالتين افتح افتح تلك شوي لكن اكبرك وبرك وزمن طغير مرسل تشوف تشوف ورشي بشوف ورشك يا حبيبي يا بشوي مالك يا امه ايني قومي اولادنا صلي اخوكم في ديئة ايش طرد الحرب بشي وحش ناوي يا امه في عيوة يا ابني وحش ناوي يو يا امه ياريتنا النور اللي ناله بشوي تسدقيني يا امه انا مش هيسيب بشوي اخوه لانه بيحبه تسمحيي اخو سورة السيد المسيح معيه عشان تنهوري طريق اللي جاية تبي حبك يا رب وانت اقول ادعوني في وقت ضيق ونقذك فتمجدني يا رب ما تسيبوش واسندو يلا يا اولاد نصلي شوف يا بشوي يا ولدي حياة الوحدة في البرية تحتاج من الراهب لنسك شديد ومدومة على حياة التأمل والصلاة والتأمل يبتدي لما النعمة تزور الانسان تفاول الطريق الروحاني فيردد ايات الكتاب المجدس ويتأمل فيه بارشاد الروح الجدس فما يلاقيش العجل مصره إلا بالصلاة وخد لبالك الصلاة الحاجيجية هي ان الانسان يخاطب ربنا من غير ما فكره يطيش لبعيد ويبص الربنا بكل افكاره وحواسه وعشان الانسان يوصل لك ده لازم يموت عن العالم وكل ما فيه ويتصور في عجله انه قدام الله وبيكلم وخد لبالك الصلاة الدايمة تنبه الشعور بوجود الله قدامك وانه شايفك وشايف كل اللي بتعمله وسامع كل اللي بتقوله بس الحروب تقيلة يا ابي وانا بعيف مش قدها كل ما الحروب تزيد يا ولدي القلوب تتطهر زي الدهب لما تحطه في البطه وتزود عليه النار يبقى صافي ونجي القلوب الدهب دي قلوب الانسين جاهد يا ولدي انت توصل ليه انت الاب المشرك في البريه على وشك عزمي فرح اه عايز حاجة من ضعفي نحتاج صلواتك تسندي يا ابي شفاعة ستن العذرة وصلوات الجدسين تكون معاك يا ولدي اجوه لبك ما تقعد معي شوه يا ابي عاوز اشبع منك يسوع المسيح له المجد معاك يا ولدي عنده كل الشبع بامو ايه بامو انسان خاطئ وحجير ومالوش لازمة نسيبك انا دي الوقت ابي اه انا اخدت بركة كبيرة قوي اخويا بولس اخبروا ايه ربنا يدبر ويرشد للصالح يا ولدي سلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اللهم يستفتوا بالكامر في الصلاة الدائمة تنبّح الشعور بوجود الله قدامك وإنه شايفك وشايف كل اللي بتعمله وسامع كل اللي بتقوله يبتحق أفرحلك جميعا والذين اكتنسونا وليقول في كل حين محب خلاصك ليتعظم الرب أما أنا فمسكين وفقير اللهم أعيني أنت معيني وخلصي يا رب فلا تبتقي هالليل وياه ويبسطونها للشمس وللقمر ولكل جنود السماوات التي أحبوها والتي عبدوها والتي صار وراءها والتي استشاروها والتي سجدوا لها لا تجمع ولا تثن بل تكون دمنة على وقل الأرض ويختار الموت على الحياة عند كل البقية الباقية من هذه العشيرة الشرية الباقية في كل الأماك التي تربتهم إليها يقول رب وقال الرب ليه تقول لهم هكذا قال الرب هل يسقطون ولا يقومون أو يرتد أحدهم ولا يرجع لماذا ارتد هذا الشعب؟ فيه شليم ارتدادا دائما صحيح يا مرم يهدمي الواحد لما بيتوه تسكت بيفزل كل جهده عشان يلد على الطريق الصح إزاي شعب الله ارتد وماردش يركاه الرب ليه اسمع يا بشوي الاهتداد أقابل هلاك والسقوط أقابل صحق والطرق لأن كل من يسقط على ذلك الحجر يتردد ومن يسقط هو عليه يسحى وزحى الحجر ده اللي رفض البنايين هو نفسه صار رأس الزمية هو يسوع المسيح إلا أنا وكل الأنبير اشتقينا أن نراه ونرصر نورا خلاصي ملك الملوك ورب الأرباء كلاهنا الحي أراد الله أن يعلن إن اللي يسكن في الأماكن المقدسة ده ما يحصلوش من الخطيئة طالما فيه في القلب يسعد وكل ما طال وقت ارتكاب الخطيئة كل ما قلت فرصة الرجوع والقيامة والتوبة كان لابد لهذا الجيل إنه يسمع صوت الرب لكنهم صموا أذنهم والمسيح كلمهم على الزاني وأنا صرخت فيهم ونادتهم بالتوبة والرجوع إلى الله لكن صعب إن شعبي يسمع لك وهو غرآن خطيئة ربنا يرحم صليلي دايما وابتكرني قدام عرش النعبة لأني ضعيف جدا ربنا يبركك بشوي ويعطيك فهم لكل ما تقرأ موسيقى يا سيدي وحبيبي يسوع المسيح أقدم لك يا رب نفسي وجسمي نبيحة تحضر إليك اقبلها يا رب وديني سلامك عشان أحيا بيه أويني يا إلهي أويني عشان أستحق أني أكون إبنك يا مطاري بشوي السلام لك لقد نظرت تعبك وليابك وهذا أنا أكون معك موسيقى 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 أنا مستغلش أنا مستغلش أنا مستغلش أن أنت تيجي بخدرتك وتزور ضعيف إنسان غلبان خاطب خاطبي يسعى لرحمتك موسيقى حامل ذنوب إنسان محتاج محتاج لنور اوتك انا مستهلش محبتك ولا حتى خطوة سكتك دي ما تتوصفش دي ما تتوصفش لحظت وجوني بصحبتك وانا مستهلش انا مستهلش ان انت تيجي واندارتك خير يا اما ايه اللي مسهلك لحد الوقت مستنياك يا ابنة طم نعيبك انت عارف يا اما شغل الشونة على ما حاسب التجار وحاسب ده وده يعني مش جديد علي التأخير لا يا اما انت في حاجة تانية شغل بالك هعدك حق يا اما اخوك دي شوي وحشني اوش كام سنة دلوقتي لاحس ولا خبر بشوي يا اما اختار الحياة الافضل انت عارف كده كويس عارف يا ابنة لكن قلب الام ربنا يا عزى قلبك يا اما امينا وان شاء الرب اروحنا وانت بكرة لابونا ويقول لنا ازاي نقدر نروح لك شوي ايوة كده يا ابنة يريح كني ربنا يريح قلبك ويطرح فيك البركة اتعي يا ابنة اسحاب اعرف انك موجود فيش انشرف الابنة ومتجيش تسلم على ابوك اخ نوه يا ابنة عندك حق لكن تصدقني ببقى عاوزاجي اخو ببركة الكنيسة وبركتك لكن الوقت بيسرجني وابونا بمو بيقول الراهب اللي بيطع بيده بيعاود لجليلة وكيف ابونا بمو دلوقتي نشكر ربنا وهو باعت للكنيسة المبلغ ده وبعايت لك السلام يا ابونا ايوة يا ابونا بالسلال كتير دوين ديش كتير يربونها عالكنيسة الاهدف الاسكيت راهب عظيم حللني يا ابانة ايوة يا حالك يا ولدي في ناس برا جايين عايتين ان يجاب نقود خليهم يتفضل طب يا ابانة استأذنا بقى اقعد اقعد يا ابانة كتير انت غريب عالك اهلا انت فضل اهلا انت فضل يا ابانة ايه البركة دي بركة لي نحن يا ابانة عرفون دول يا ابونا استحاد مين دول يا ابونا دي ست ابو شوي وده اخوه الكبير ابونا بشوي توب البطن اللي حملته انت تعرف يا ابونا كيف ما عرفوش أبونا سحاج وأبونا بشوي من تلميذ أبونا بموة وإزاي حال بشوي يا أبونا أبونا بشوي في خير يا أمي أشكرك يا رب إنك تمنتني وفرحت أقلقي يحنس سلام يا بزنو سلام ونعمة والد شايف الغصة الجافدة عايزك تنكو تفلار تسجيه كل يوم لغاية ما يرعر يا عويس وزرع وين بيقب هنا يا حنس صحيح يحنس المية بعيدة عن الغصن الناشف ده لكن ربنا هيعوضك على تعبك دي فرسة يا أباني أقطع بالتعب ده هوى الزاد وجوي الأنانية أنا فرحان جاوب المشاك جدني طبنا معاك يا حنس يباركك ويساعدك ويسمك يا بوي ده منا غوية أغوي ومعيش حق دل وقيلتي عملا كيف دلوقت أنا أرجع أجيب حقلي من الأول بس مستريف أسم الله ربّي يا سوع أسم الله ربّي يا سوع علمي يا ابي علمك دي ينص تروحي يفرح قلبي ربنا يحفظك يا منير الوجه والجلب خذ لبالك يا بشوي لا يمكن نبتدي البنى من فوق وبعدين الاساس لكن لازم الاساس في الاول وبعدين ابن اللى فوق تعال يا احنس يا ولدي ابونا بشقر يحنس تلمير اهلا يا ابونا تعالوا قاعد يا اولاد او قاعد يحنس تلمير الكتاب المجدس في غلاطيا يقول ايه بالمحبة اخدموا بعضكم بعض يعني اساس كل عمل صالح المحبة كل شيء يبتدي بالمحبة وصايا سيد المسيح له المسجد مبنية على هذا الاساس اللى هو ايه المحبة الله يبارككم في حاجة تانية مهمة ابقنا الروحانيين خلوا عمل اليدين جانون من جوانين الفضايا يعني انت مش بتشتغل عشان تكسب فلوس وبس لا عشان تملع عن نفسك الشروط وما تديكش مجال للخروج من جليتك كتير اذكر يا رب اخويت بالرعبان اللى حبوك وتبع وصيك اذكر ابو نبينا اذكر ابو نبينا ارشاده لينا اذكر اخويه يا حز حويت وحجزك يا حبيبي يا صلى السلام لي يا رجل الله البارك شوي السلام لي انت مين يا سيدي انا شايفك الملك عظيم انا اخوك الملك قسطنطين انت اللى عظيم يبشوي لانا تستحقيت السيرة الرهبانية المباركة انا جايلك من السمن علشان اكشفلك الحصمة والكرامة اللى بيتمتع بيها النصات قدام المسيح انت اللى ابطلت عبالة الاوسان ونشرت المسيحية ودفحت عن الايمان ورفحت رأيك بالصليب وبانيت كنايس كتيرة رباني ما ادلكش مجد في السمن اداني كتير بس مش زي درجة وكرامة الرهبان انا بشوف ارواحهم بكتير زي النصور وتصعد لفوق في قوة وشجاعة انا بشوف موش الشياطين المفزعة مش قادر اتقرب منهم انا بشوف ازاي اباضي السمن بتفتح لهم هيدخلوا وهيقفوا بدهل العظيمة قدام عرشان انا بشوفا انا بشوف المفزعة لكي ما نستهلش لكن ربنا بعث الملك قسطنطين ويعرفني كرامة وعظمة الرهبان من السماء عشان جاهد اكتر واضعب اكتر مع ان الملك قسطنطين ده هو اللي كان السبب لإعلام المسيحية دينا باسميني للدولة وهو ابن القديسة العظيمة الملكة هيلانة واكيد لي مكانة كبيرة أبنى عند ربنا ربنا يبقلكم يا أولاد يا سنين بارك يا أبا أول سمرة بالشجر خدوا كله يا أولاد سمرة الشجرة تطاعة على ابني يحنس لقول ان أبونا يحنس مليان بمعمة ربنا ما كانش السر العجيب يحصل على قدي ان الفرع الجاف يطلع صفر وشجرة الطاعة دي بشوي اللي فروع هضللت على البرية كلها هتبقى علامة ورمز للنفوس اللي هتسيب العالم وتيجي المكان ده النفوس دي هتبقى يحنس ذكرى ليك أمام رب المجد ربنا يبارك وربنا يسندكم يا أولاد ايها الرب الاله القول امنح عبدك إفرام السورياني التعزيات وقول قلبه وإمانه حتى يرى مجد الهوتة سبتني يا رب أمام التجارب وامنحني الهدوء السكين ارحمني يا رب أنا الخاطئ افرام اذهب غدا إلى برية شهيد فهناك رجل ذو قامة روحية وقد سبق له معاينة الرب اذهب لتتعزى برؤيته وتنتفع برفقة بشوي حبيب المسيح اذهب اذهب لحبيب البشوي لما خلص يصالح ابونا عبرون السورياني بلقى بالحبيب التالي وانا مبنحنش لغته وانا مبنحنش لغته وانا مبنحن خليني أمم لغته وعرفة تكلمها ومحبه ومحبه وتعزى بعلمه ودالك من روحه ايه وما هستقبله ما يصحش خش على القديس عظيم زي ده وانا ماسك عصايا اسبها برا الحمدلله على السلامة حمدلله على السلامة بك يا أبرام يا أخوي كنت واسط اني هعيش لغاية ما شوفك وتعزب كلامك الحلو ده أبي ربنا ما ياخد ودعته ربنا يديك طلط العمر يا أخوي أبرام اتفضل اتفضل عشان تبارك اللي هي تخوك الخاطب شوي مين أبرام ده عشان يبارك المكان اللي ظهر فيه سيد المسيح اتفضل يا أبي اتفضل ها اسبوع يا حبيب المسيح كأنه لحظات كان علي انا عايزة عيش معك هنا لامر كله لكن فرقبت رهبات كتير محتاجه لتدبير ربنا يا إني بقى عن مسخولية الكبيرة قوي لدهن المسيح انا اتعزب جدا من سيرتك وكلامك يا أبرامي خوري وخلت باركة كبيرة من زيارتك المستهيل عشان انا محتاج لتباركني يا أبونا بشوي وفرحانه بالحكاية اللي انا سمحتاجها عن الأباء المصريين من فضيلهم وتعلمهم من علمك الواسع ربنا معك يا أبرامي حبيب استودعك يا أبونا بشوي استودعك 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 العصاية بتاعتك أوراكت يا أبونا عبرهم ايه براكتك يا أبونا بشوي الزرع دي هتفضل ذكرى لزيارتك لي على مرة أجل أبونا بشوي السلام يا أبو حبيبي ممكن أخد بركة أبونا أبرام السورياني أبونا أبرام رجع بلده ميشي ميشي منين وانا حصله واخد بركته مش هينفع تحصله لحبيبي لأن فيه سحى نشالته هتوصله لحدي مليش نصيب أخد بركته عموما على فترة أبونا بموة تعبان وأبونا يحمس بيقولك هو عايز يشوك طباك يا شجاع الملك يسوع المسيح له المشد ربنا يحفظك يا أولي ربنا يحفظك لما سيب العالم به عايزك تروح تسكن في المكان لأن كنت فيه الفرعة وسجفة ولبت جزوره في الأرض وبجد شجرة الطاعة انت يا بشو يا حبيبي آتني يحفظك مطيع ده حاضر يا أبينا يا حبيبي استحملني كثير استحمل عيائي ومرد 12 سنة ببقشك ده يا صيب يا حزي بلاك شو انسان؟ بلا انسان خاف يا أبي ومستحقش محبتك الكبير أدري ربني ربني يبرك بسلواتك يا أبينا وبركك انت كمان يا حبيبي يا شعور انت 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 شمس ونور في السمه فجر جديد في البري انا 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 من شهور انا اعز اقول لكم انت انا انا هليني بديت مليتي بيدي وهم البكرت اللي بتعبي سي وصلت الله في الكتاب المجدس بعارك ووجهك تأكل خبزا خب نعمة ربنا أمري ما قلت كلمة ضبت عليها الحد السعادي هني كرت خلاص وانطلق الحبيبي وخلص يسوع المسيح له المجد هرب رعاكم ربي رعاكم وكلمة نعبته يبنيكم ويكون معاكم يسندكم يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب قلت 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 اشتركوا في القناة وظل يصلياني طويلا حتى ظهر لهما ملاك الرب واخبرهما بان يسكن كل واحد منهما منفردا لكمال التدبير الذي اراضه الله لخلاص نفسيهما افرح الى المختار المشور سورسل لك الربان ينبعون هذا الجبر ويأخذ دماني فيه اتعلم يا رب في بي ان اعبوا بعضهم بعضا وحفظوا الصلاة فاني ارزقهم واعولهم في الكرش وهكذا زاع صيت القديس بشوي واصبح له تلاميذ كثيرون استفادوا كثيرا من خبراته الروحية ومن تواضعه وقدم لنا هذا القديس نموذجا كاملا في كيفية النسك المسيحي حسب الانجيل وكيف تكون العلاقة قوية حية مع كل من عرفهم واقتربوا منه اعظم الفضائل اللي يعملها الراهب انه يؤخر كلامه يقدم كلامه الان ببموه الله ينيح روح لما كان حد يسأله سؤال كان يسكت شوية يتأمل بعدين يجاو لان الكتاب المقدس بيقول ليكن الانسان مسرعا بالاستماع مبطئا بالتكلم وفي حاجة تانية عوز اقولها لكم عشان ما تكون تصرفاتنا مقدسة ومأبولة قدام الله لابد ندرب نفسنا على محبة الاخرين حتى لو عملوا فينا الشم حتى لو عملوا فينا الشم وقبل ما ناخد اي قرار لان بوليس الرسول بيقول كل الاشياء تحل ليه لكن ليست كل الاشياء وافق لكن ايه هو ليوافقني يا بنا المهمة عملت ايه مع ابونا بيقى وعاف منين ان انا قابلتك منهم اقولك انا ايه يوافق كل قرار ما يبسدش سلامك الداخلي يوافق كل قرار ما يتسببش في اخصام بينك وبين اخواتك ما يعسرش حد منهم ويفسد حياته يوافق كل قرار ما يحطش حاجس بينك وبين الله يوافق وزي نوصل بالقرار ده افان الصلاة اتكلم مع الله يا ابني وهو يرشدك قوله انا ضعيف انا ما استهلش انا اضعف حتى من اني اعرف ايه الصح وايه الغلط وجهني يا رب الصلاة يا ولادي هي الصلة اللي تربطنا دايما بالمسيح ليه كلنا لكن يا ابان انا حاولت كتير اصلي واتكلم مع الله لكن ما كنتش بعرف اقوله ايه ولا رتب كلامي الصلاة مش محتاجة كلام ترتب يابني سيب قلبك هو اللي يتكلم اشكره على محبته ليه واحسناته معاه مش كيله وجعتك ويرمي حملة عليك يا ابونا فشوي ازاي الانسان يقدر يصوم لمدة اسبوع او اسبوع من غير ما يتعب او يمرض بالصلاة بالتدريب وطلب معونة ربنا وعدم التفكير في الطعام الفاني المسيح قال ليس بالخبز واحد يحيى الانسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله وقال كمان انا هو خبز الحياة المسيح هو خبز حياتنا يا ولادي ليش الاكل هذا هو الخبز الذي نزل من السماء لكي يأكل منه الانسان ولا يموت ياريت يا بانا تفسر لنا اكتر ان كان احد يأكل من هذا الخبز يحيى الى الابد والخبز الذي انا اعطيه هو جسدي الذي ابدله من قبل حياة العالم لو الانسان يبني داوم على التناول من جسد ربنا الدم ليش هيحتاج للخبز الارض ولا للمية لان اله نقل عن نفسه انا هو ينبوع الماء الحي وبكده يكون الرؤي الكدس بدعم ومش موجود وطبعا كلنا نؤمن والله واحد يعني لو كان الله ذاته غير المنظور ظهر في المسيح الابد اذا الله هو المسيح والمسيح هو الله اذا فلا بحاجة للروح الكدس يعني طلين قرينة في التابرة بنا اللي بيقول انا في الاب والاب فيها يعني اللي كانوا واحد لو كان عايز الروح الكدس كان قال انا والاب والروح الكدس نحنوا جميعا في داخل بعض يعني وحنا بنصلي ما نقولش اللي الاب والابن بس ما فيش الروح الكدس ايوه قوب كده يقول الروح الكدس بدعم وملهوش وجوه سلام قولك السلام فضل الشيء غريب هو ايه اللي غريب الجفاف دي عملتها في ايدك ايوه طب وايه لازمة التلاث ودان لان كل شيء السلوس يكمل الاب والاب والروح الكدس هو فيه روح كدس؟ الروح الكدس موجود من الفد ما افترقش ابدا عن الاب والاب اول اية في الكتاب المقدس بتقول الفد خلق الله السماوات والأرض وكانت الأرض خاربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله يرف على وجه النيان واشايا النبي بيقول روح السيد الرب علي لانه مسحني لأبشر السكين معلمنا بولس الرسول بيقول ايه؟ ليس احد يقدر ان يقول يسوع رب الا بالروح الكدس والسيد المسيح نفسه ليه كل المد وصى تلميذه وقال لهم اذهبوا وتلميذوا جميع الامم وعمدوهم اسم الاب والابن والروح الكدس بالسلام والابن والروح الكدس الام واحد امين معنى كده ان الراجل ده سلامه كله غلط غلط ودي بدعة من تأليفه يعني ايه بدعة يا امي؟ بدعة يعني تعليم بتخلب تعليم في نساتنا القبطية نشكر ربنا يا امي ان ابونا بشوي عرفنا الإيمان الصحيح ايوا يا بنتي نشكر ربنا كنها الضيع اتفضل اتفضل استريح من دعا بالطريق اتفضل معي اتفضل 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 تقريب عن ط Qingda اتفضل اتفضل شكرا ربك اتفضل ام ذا يا مختاري بشوي ذا الشيخوخ الكريم المكهريك يا رب 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 المكه crise المكهريك يا رب المكهريك يا رب المكه이라 المكهede plan ياmiesي change يا رب المكهريك واختبه واتحكم عليه بالموت النسيح اللي جي عشان نحررنا من عبودية إبليس النسيح اللي عملكم لده عشانك وعشاني أنا الخافي تنكر صديبه حللني يا أبي وصلي من أجلي أنا شار ربنا يسمحي مجد ربنا يشكره يا بني واخد بالك بتخليش حد يضحك عليك ويخدعك بكلمة تخالف بمعنك ينستقي يابونك شوي يابونك شوي يا رجل الله صالح نحتجلك عايزين نتكلم معاك أغادي يا أبائي القدسين بركة كبيرة زيارتكم للحقير بشوي يا أبانا طابعك الزيادة ده بيخلينا نلوم نفسينا اتفضل يا أبائي نرجوك يا أبانا اسأل عنا سيدنا ومخلصنا ربنا يسوع المسيح اننا نشوفه ونتمتع بالنظر لي ويباركنا حاضر يا أبائي تصنوا يا أخوكم خاطب شوي عشان ربنا يقدرني واطلب عنكم تصنوا يا أخوكم خاطب شوي 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 تصنصوا يا أخوكم خاطب شوي وأدعي لا دعي أسعدك تطلع فوق كتفي ليه كل شيء مرحبا مرحبا يا سيدي الراب السماء مبتسعكش والأرض بترتك من جلالك زي شيلك خاطي زي لأنك تحفين لأنك تحفين لأنك تحفين لأنك تسنب لأنك تسنب لأنك تسنب لأنك تسنب لأنك تسنب إيه يا بنا بشهوية الشمس غابت والمسيح لسه نظهرش لا يا أولادي بس إنتم عرفتهم بش إين يا قبالك؟ إزاي؟ إزاي قبالك؟ ما حصلش؟ كلنا نستاهد الشيخ اللي قابلكم على أول طريق ومربطوش تساعدوها هو دي ربنا يا خاطياتنا يا ولا سمحنا يا رب سمحنا يا رب يلا بينا يا ابو نفسي من هنا؟ نهرب قبل ما أجل بربر أنت اللي بتقول كده يا ابو نفسي أنت بتخاف من الموت يا أخوية صديقنا أنا مخايفش من الموت أنا خايف الحسن واحد من البربر يكتبني ويروح الجحيم بسهبي منعارف يا ابو نفسي يمكن ليه رجاء عند ربنا أنا رايح جبل القنزم وأنا هروح أنصنه في صعيد مصر أبو نفسي أبو نفسي أبو نفسي أبو نفسي ده أنا سمعت يا بوي أنه بعد كده بيفطر على عيشه ملح إيه يا ولدي من يوم ما ترهبا والشمس عمرها ما شافت في أدوك يا ريت يا بوي لما تتيجي تزوره ادخني معاك ومن ده بتزوره خفير أنا خايف يا بجمون يا ولدي يعتب علي ويلومني يا كنت بسه صغير يا ولدي أجي معاك واستنى أنا برا وبعد ما تاخد بركة الجديس وتخرج أخد أنا البركة منك يا بوي ولي في الخير يجد الرب ويلوم مالا إن كان مالا كثير نقد إله الت Parlهي some فمو الحديق أ tamam أغاب يا بشوا sour و الرجل المنير أبو نبولى طโمهي أغاب يا ابي خلي تقعد أغابت عنك الطريق طويل ربنا يقويك يا أبوالي يا أخوي تعال تعال أقعد جمبي أيوة عالمي أقعد جمبي يا أبي أنا نفسي أفضل جملك على طول من يوم ما تقبلنا وأنا مشته قلبي ما نفتركش وخاصل صلي يا أبونا إن ربنا يحقق مشته قلوبنا ما نفتركش أبدا أخرب على فكرة أنت سايب بثمون وإفبر لي بسم الصليم بسم الصليم أنا خوفت وجوده يضايقك غسو لسه صغير يضايقني أنا مستهيل شي يقني هو صحيح صغير في السن لكن عقله كبير وعلى أديه ربنا هيخلص ناس كتير طباك يا بشوه يا حبي من ينسي اندهلوا يا بونا يا بفامون يا ولدي تعال يا ولدي تعال أنا نقرب يا ريت يا أبي تكلمنا عن مراحمة رب معاك من محبة ربنا لي يا بني إنه ديني علم ما عرفته وزياراته لضعفي حسنا أنا مستهيلش مراحمة ربنا يا برمك والمجد لله دائماً أبدياً آمين سلامتك يا خوري انت متجاهد وبتقعد نفسك كتير يا بو يا بشوه يا بي أنا مستهيلش يا بونا يجي اهتعابي وصب تعبك انت اللي ظهر لك رب المجد وقال لك كفاك تعباً يا حبيبي بولا ورح فين تعب الحجير بولا جداً تعب ربنا عشان بني البشر يا بونا بولا يا بركة خلينا نتعب شوية ما دمنا لسه في الجزد قبل ما نطلب ونروح في التراب نصلي من أجلي يا أخويا بشوه عشان ربنا يجويني عشان أقدر أشتغل بكل بقتي عشان أقدر أشتغل بكل بقتي يا رابي يا أبائي القدسين أبونا أساناسيوس الأمصناوي الراجل البركة يزور الحقير بشوي موزر أخوه الأشد حجرة بولا طموه يا أبائي صنوا من أجلي أنا راجل خاطي ما استهلش الترحيب ده كله ما تقولش كده يا بونا استريح ناخد بركتك اتفضن أنت أديس عظيم يا بونا وحيكون لك شأن كبير في الرهبنا وبجوة ربنا حيتبندير على اسمك ما تيجي معنا يا بونا بولا في مجموعة من أولاد الرهبان هاوزين يقعدوا معنا ناخد بركة أخوه هاوزين يقعدوا سدق أنا لسة شايف هو نفس شوي جاعد مع جماعة الرهبان هنا دلوقت معجول دلوقت أمال إزاي قالوا لنا أنا بكرة هيصالي في السجير دي المسافة بنهنيه لهناك متجلش على الخمستاشر يوم يبقى زي هاي الحق يوصال ايش ردي يا أخوهي دي هاي ريا بند خلاص يا بونا الرب تنطلق واخره من الجسد الفاني وهترجع الوديع الموطية وهتاح رب لي جويك أخوك شوي ربنا أعطيك العافية وتقوم لنا بالسلامة البركة فيكم يا أولادي لو سمعتوا وروحوا ارتاحوا بقى انتو تعبتوا معي قوي اللي رب المجدع يكفئني عليها ربنا يقويكم ويبارك حياتكم ويبارك حياتكم الرب موسيقى وتنيح قديسنا العظيم الان باب شوي في 8 ابيب عام 133 للشهداء الموافق 15 يوليو عام 417 ميلادية عن سبع تسعين عاما ودفن في حسن من يتسقر قرب مدينة أنصنة وبعده بحوالي ثلاثة شهور تنيح الأنبى بولا الطموهي في سبع بابة عام 134 للشهداء الموافق 17 أكتوبر عام 417 ميلادية وهكذا تحقق وعد الرب أن جسديهم الطاهرين لا يفترق وفي منتصف القرن الخامس أراد الأنبى أثمسيس الأنصناوي أن يأخذ جسد الأنبى بشوي إلى دير البرشة وبينما هم يسيرون بالمركب توقفت المركب في المكان الذي فيه جسد الأنبى بولا الطموهي حيث حملوه هو أيضا بإكرام إلى جوار جسد الأنبى بشوي فصارت المركب بسلام وفي منتصف القرن التاسع الميلادي وفي حبرية الأب المبارك الأنبى يساب الأول بطريارك الإسكندرية الثاني والخمسين نقل جسد الأنبى بشوي والأنبى بولا الطموهي على مركب وأخف الجسدين في خرجين حتى لا يراهم الخراس وكان ذلك في اليوم الرابع من شهر كياك عام 588 للشهداء الموافق 11 ديسمبر عام 842 ميلادية وفي احتفال كبير يليق بهذه الأجساد المباركة استقبلهما رهبان دير الأنبى بشوي بالسعف والشموع والتسابيع ووضع جسد الأنبى بشوي القديس البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح الذي لم يرى جسده فسادا وضع في صندوق ومعه في نفس الصندوق رفاة توأم روحه القديس الأنبى بولا الطموهي وما زال حق الآن في دير الأنبى بشوي العامر حيث يتوافد عليه أفراد الشعب لنوال البركة بركة صلواتهما تكون مع جميعنا ولإلهنا كل مجد وإكرام الآن وكل جأوان وإلى ظهر الظهور آمين وقد اهتم قداسة البابا بتعمير الدير حيث تم بناء مقر الباباوي بالدير لأن قداسته بطبيعه يحب السكون والهدوء ويحضر للدير اسبوعيا ومن انجازات قداسته الرائعة أيضا بناء كاثرائية عظيمة واسعة تعد نموذج لفن عمارة والزوق الرفياء ومكتبه للهبان على أعلى مستوى وقد تم عمل الميرون المقدس بالدير بيد قداسة البابا والأباء المطارين والأساقفة أربع مرات وإن شاء الله قريبا سيتم عمل الميرون بيد قداسته للمرة الخامسة نطلب من الله أن يكون هذا الفيلم بسبب بركة ومنفعة لكل من يشاهده ويسمعه بشفاعة قديسنا العظيم الأنبى بشوي صاحب هذا الدير وبصلوات أبينا الحبيب صاحب القداسة الغطة البابا المعظم الأنبى شنود الثالث أطال الله حياته سنين عديدة وأزمن سلامية مديدة وإلهنا كل ميته كرامة من الآن وإلى الأبد أمين ترجمة نانسي قنقر قرور الطيب مسكوبة على فضل المسيح وسيرة جميلة محبوبة به منها الصحيح قرور الطيب مسكوبة على قدم المسيح والسيرة جميلة محبوبة به منها الصحيح محبوبة به منها الصحيح سيرتك يا أمبى بشوي 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 قلبك صلاة رحلة حياة منسوك بإدين الحبيب قلبك صلاة رحلة حياة منسوك بإدين الحبيب غسنت قدم المسيح وشلت فوق أكتافك ونظر في وجه الحبيب ساعة ما شفت وشفت ونظر في وجه الحبيب سيرتك يا أمبى بشوي 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة